الصحة واللياقة البدنية المحاضرة الأولى مدخل في الصحة واللياقة البدنية النشاط البدني المعزز للصحة ما المقصود بالأنشطة البدنية المعززة للصحة؟ الأنشطة البدنية المعززة للصحة هي كافة الأنشطة البدنية الحركية التي تؤدى بشكل صحيح وتسهم في تعزيز صحة الأفراد بمختلف الفئات العمرية للمجتمع سواء كانوا كباراً أو صغاراً ذكوراً أو إناثاً أصحاء أو مرضى أو ذوي احتياجات خاصة فتشمل كافة الحركات البدنية خلال اليوم فوائد ممارسة النشاط البدني لممارسة النشاط البدني المناسب وفق التوصيات الدولية فوائد عديدة سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية أو اجتماعية وهذه الفوائد على النحو الآتي أولاً، الجانب النفسي واحد، تقلل من أثر القلق والتوتر والاكتئاب اثنان، تزيد معدلات مقاومة ضغوط التعب ثلاثة، تعزز من ضبط الانفعالات المختلفة أربعة، تحسن الشعور بالثقة والرضا عن الذات ثانياً، الجانب العقلي واحد، تحسن من كفاءة وظائف الدماغ وتطور القدرات العقلية المختلفة اثنان، تعزز المستوى التحصيلي المتعلق بالفهم والاستيعاب الذهني ثلاثة، تحسين المزاج بشكل عام ثالثاً، الجانب الاجتماعي واحد، تحسين التفاعل الاجتماعي ومهارات الاتصال اثنان، ترفع كفاءة التعبير عن الذات وتكوين الصداقات ثلاثة، تزيد الوعي الاجتماعي والتفاعل الإيجابي رابعاً، الجانب البدني واحد، تحسن لياقة العضلات ومرونة المفاصل اثنان، تحسن كفاءة عمل الجهاز العصبي ثلاثة، تحسين وظائف كفاءة القلب والرئتين بما في ذلك تحسين انتظام ضربات القلب أربعة، تعزز من كثافة العظام مما يقلل احتمال تعرضها للكسر خمسة، تخفض نسبة الشحوم في الجسم ستة، تخفض مخاطر الإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية سبعة، تخفض ضعط الدم الشرياني إذا كان مرتفعاً ثمانية، تزيد حساسية الجسم للأنسلين مما تخفض من احتمالية الإصابة بمرض السكري النوع الثاني تسعة، تحسين وظائف الأوعية الدموية عشرة، تخفض احتمالات الإصابة بسرطان القولون والثدي ترجمة نانسي قنقر